في الفيديو الماضي عمنا مراجعة لرؤوس الإضاءة القدوكس AD600 وهي رؤوس إضاءة ضخمة جدا وطاقتها جدا كبيرة مخصص على التصوير الخارجي والتصوير الاحترافي جدا والإضاءة الكثير قوية 600 واط انت بتحكي لكن شركة قدوكس انتبهت إنه احنا المصورين عم نواجه مشكلة مش بقوة الإضاءة أنا مش محتاجة تضوي كثير قوي مشكلتي بحجم وزن رأس الإضاءة أنا لما بدأت أطلع تصوير أو لما أركب عندي بالستوديو إضاءات مشكلتي وزنها إنه كثير كبير ولما بدأ أخذها ع حفلة أو بدأ أطلع تصوير خارجي بدأ أحط ثلاث رؤوس إضاءة بدأ أجيب شنط كثير كبيرة نقولهم فيها فشو عملوا؟ اخترعوا رؤوس إضاءة حجمها صغير ومفعولها كثير كبير لهم القدوكس AD100 Pro والقدوكس AD200 Pro طلعوا فرق الحجم والقدوكس الأكبر منهم شوية AD300 Pro شكرا ليو كام لأنهم زودوني برؤوس الإضاءة وهذا الفيديو برعيتهم نبدأ أول شيء الفرقات بينهم اللي هو الحجم تقريباً AD200 والAD300 تقريباً نفس الحجم يعني مش هالفرق الكبير لو بدك تحسبهم أنت تقريباً نفس الاشي لكن الفرق أنه AD200 بيأتي مستطيل والAD300 بيأتي أسطواني ندور لكن اللي فعلاً حجمه كثير صغير اللي هو AD100 طلع يا حبيبي حرفياً قد حجم علبة البيبسي ال350 ملي طلع ما أصغره هذا فعلاً كثير صغير الآن الفرق بينهم غير الحجم القوة اللي هو AD100 100 واط AD200 200 واط وال300 300 واط فالميتين أقوى من المية تقريباً الضعف يعني بستوب والثلاثمية أقوى من الميتين بنص ستوب تقريباً نحن بنحكي الآن في شغلة كمان بدنا نتبهي لغير موضوع الحجم AD100 والAD200 إذا بدنا نركب عليهم لايت موديفيرز فيه أدابتر بيجمعهم بالشنتي بتركبوا على الراس الفلاش وعلى الستاند وبتحط عليه أمبريلا لكن إذا بدنا نركب عليه لايت موديفير صوفت بوكس أو رفلكتر أو بيوتي ديش إلى آخره رح أضطر أجيب أدابتر خاص يتركب على الفلاش باونز مونت ويتركب عليه لايت موديفير هذا بالنسبة للAD200 والAD100 لكن بالنسبة للAD300 منه في بيجي راسية اللي هي القودوكس مونت بتركب عليه بيوتي ديش صوفت بوكس لكن ليس باونز مونت بدنا ننتبه في فرق بين الاثنين الباونز مونت بتيجي الراسية تعته أنحف ثلاث شحطات نحيفة مش عريضة زي القودوكس مونت فهنا انت شوية بتفرق معاك بالنسبة لللايت موديفيرز بدنا اجرر مثلا الفلاش لما اجي انا استخدم اول مرة كم اخذ وقت لحتى صار جاهز استخدمه كمان مرة فمثلا على الAD300 برو مكتوب انه بده ثانية ونصف تقريبا فانه بذروك بدي استنى ثانية ونصف عبين ما يرجع يشحن الAD200 على الموقع بيحكو انه بده واحد فاصل ثمانية من الثانية والAD100 برو بده ثانية ونصف فصار جاهز للاستخدام هذا الاشي يسميه ريسايكلينج تايم كل مكان اسرع كل مكان مريح الى فلاش شغل بدل ما تستنى على الفلاش عبين ما يعبيه طبعا الريسايكلينج تايم هلا انا اللي جربته لما تكون الفلاشات على اقصى طاقة الها يعني فل باور يعني الثلاثمية برو عم بيعطيني ضربة بثلاثمية واط ميتين ميت واط الى اخري تمام لما ننزلهم للنص اكيد رح يختلف الوقت فهلا انا بدي اعمل تست انا شابكهم مع تريجر كلهم مع تريجر واحد مشان لما كبست هون تست يضربوا ثلاثم مع بعض ونشوف مين اللي بعمل ريسايكل اسرع فثري تو وان هذا بعدين هذا بعدين هذا للتأكيد الاصوات انا رحوط تايمير قدامكم على الشاشة مشان تعرفوا مين اللي خلص اسرع فانحاطهم فل باور ال اي دي مية واحد على واحد وال اي دي ثلاثمية واحدة 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 تست ثري تو وان هذا جهز اسرع من هذا اوكي لما بعرف قدي الفرق بينهم بالضب قدامكم على الشاشة رح يبين هلا بدي اجرب بين ال اي دي مية وال اي دي ميتان ثري تو وان اه في فرق في فرق بينهم هلا بكل احوال مش هالفرق شاسع جدا يعني يفضل كل مكان اسرع كل مكان احسن بشغلك زي ما حكينا زي ال اي دي ستمية برو ما شاء الله ذاكه 0.9 جزء من ثاني اسرع منهم كلهم مشان هيك تكلفته عالية جدا بتكون طيب يليو انا عندي الفلاس صار جاهز و بديش استنى ثاني ونص او ثاني فاصلة ثمانية بدي اخليه اسرع شو الحل؟ الحل انك تخفض قوته بدل ما يكون فول باور تخليه للنص او للربع مثلا وترفع ايزو او توسع الفتحه حسب الكاميرا اللي موجودة عندك او الاعدادات اللي عندك فانا هلا خفض طاقتهم للنص اوكي فالمفروض انه رسايكلنج تايم بتاعهم يصير اسرع فانجرب ثري تو وان واو تقول ضباط اعطوا الامر مباشرة سريع جدا كمان مرة بس كلهم بنفس الوقت عبوا يعني انا بس خفض طاقتهم للنص يعني الميتين ايدي ميتين خليتوا يعطيني فلاش بقوة ميت واب الثلاثمية نزلتوا للمية وخمسين والمية نزلتوا لخمسين فانا نزلت القوة ووقت التصوير برفو عايزة او بفتح هادسة زي ما حكينا لكن الريسايكلنج تايم رهيب صار طلعوا صاروا جاهزين اتوقع ثانية ما بعرف قد يطلع عندكم فهاي التجربة سريعة الريسايكلنج تايم للثلاثة وشو ممكن انت يفيدك لشغله حس بدي اعمل تجربة للمودلينج لايت شو المودلينج لايت اللي هو ضو مستمر انت قدام عينك تقدر تشوفه هو بساعد انه انت تشوف شكل الظلال على وجه مثلا قبل ما تصور باستخدام الفلاش فمثلا انا بقدر هلا اشوف على وجهي انه مثلا كيف رح يطلع شكل الظل على وجهي وبس استخدمه رح يطفي هذا الضو يضرب الفلاش بداله فالمودلينج لايت صراحة هو اشي مريح للشغل يفضل يكون موجود عندك بالفلاش بس بدي احكي على ملاحظة صغيرة قبل ما اشرح عن المودلينج لايت على الثلاثة هلا بالنسبة للقدوكس اي دي ميتين بيجي معا راسيتين بتركبوا على نفس الفلاش في راسية بتيجي عدسة تعمل زوم يسميها وفي البير بلب اللي هي لمبة لحالها هيكة بتيجي بنقدر نشغلها عليه لمبة لحالها ما فيها مودلينج لايت فانت اذا بدك تستخدم المودلينج لايت على الاد ميتين برو بفضل انك تركب الراسية لعدسة مش لمبة لحالها او ممكن هذول الثنتين موجودات بالشنتة او ممكن انك توصي اكسسوار ثاني راسية ثانية تيجي دائرية وفيها مودلينج لايت تقريبا زي العال اي دي مي برو فانا هسا بهدف الشرح بدي افك هاي الراسية بدينا ننتبه بنكبس على هاي الكبس اللي على الجنب وبرفع الراسية لفوق هيكة بتفك معاي هيكة فكت ونفس الاشي التركيب اللي هو العكس باجي بركب راسية العدسة زي هيك بكوسها لجوه وبتصير شغالة ولاحظوا هاي فيها مودلينج لايت هلا المودلينج لايت صراحة عال اي دي ميتين هلا بس نيجي نعمل مقارنة هو اضعف واحد فهلا خلينا شوف شو راح يفرق معانا بالشور لمشان نعمل مقارنة واضح هلا المودلينج لايت على رؤوس الإضاءة انا مضطر اطق في رأس الإضاءة الرئيس اللي عندي ونجرب مثلا المودلينج لايت اللي على ال اي دي ميتين برو هلا صراحة ضعيف جدا على ال اي دي ميتين برو يعني تقريبا احنا منحكي عددات الكاميرا عندي شتر واحد على خمسين لاني مصور فيديو ايزو ثمانمية وفتحة اربعة يعني مش اشي كثير واو بس انه قادر مثلا اشوف شكل الظلال على وجهه ان انا مثلا مضوي سبلت تيك مثلا او رينفن لكن انت صراحة ما راح تستخدم رأس الإضاءة لحاله بمعظم الوقت راح تستخدمه مع لايت موديفيرز زي الامبريلا زي السوفت بوكس الاخري لكن هون في مشكلة اذا انت بدك تستخدم لايت موديفير يفضل انك تستخدم رأسية اللمبة لانا بتوزع الإضاءة بشكل متساوي على كل الامبريلا لكن هون الرأس هذا الزوم او العدس هيلفرنا بس اركب عليه الامبريلا راح تنتبه انه الإضاءة بس موجودة على نص الامبريلا تقريبا مش موزة عليها بالكامل شايفين كيف؟ فبصراحة هذا ما راح يفيدنا كثير طلع شكل غريب كيف لها رأسية الفلاش عم بطلع بالامبريلا فمشان هيك الادميتين هاي انا بعتبرها سيئة ان الموديلينج لايت فيو ضعيف صراحة وان بتصفي انت بدك تقرر هل انت محتاج موديلينج ضعيف او راسية زوم للتصوير الخارجي مثلا انت اه بدك عدسة تعمل زوم للضو يجيب مكان بعيد او انت بدك تصور داخلي وبدك تستخدم لايت موديفاير للسوفت بوكس او امبريلا وكتب تحتاج الراسي اللي عليها اللمبة لكن هاي إضاءتها راح تكون أضعف شوي لانه هاي عبارة عن عدسة بتجمع الضو وبترقزه على مكان بعيد ليش انا بقول كل اي دي ميتين ضعيف اطفي الضو الرئيسي اللي عندي بالستوديو يعني ال اي دي ميتين ولا اشي جنب ال اي دي ميتين طلعه ما اضعفه كثير ضعيف هلأ الموديلينج لايت على ال اي دي ميتين قوته واحد فاصل ثمانية واط فهو ممتاز يعني بقدر اشوف حتى لو ركبت عليه امبريلا بقدر انا اشوف كيف شكل الاضاءة راح تطلع على وجه مع انه كثير ضو صغير وضعيف لكن بقدر انا اشوف كيف شكل الاضاءة على وجه خلينا اطفي بس ال اي دي ميتين فانا قبل ما استخدم الفلاش مثلا امبين انه مثلا مضوي اضاءة ناعمة وسبلت على وجهه هلأ موضوع اللون البرتقالي هذا هو فقط منظر هذا الضو لكن لما ااج اصور بطفي وبضوي الفلاش محله وبتطلع الصور الحقيقية فصراحة موضوع اللون مش كثير مهم بالنسبة ل الموديلينج لايت هس انتبهت لشغلي انا لما ااج اصور بطفي الكندشن فالغرفة شوي ارتفعت درجة حرارتها اشتغلت المروحة ال اي دي مية بقى الصوت مش واضح لكن خلينا اقرب المايك منه يمكن تسمعوه اشتغلت المروحة تلقائي عليه هذا بالنسبة للموديلينج لايت اللي على ال اي دي مية برو نروح هلا لل اي دي ثلاثمين هلا بالنسبة لل اي دي ثلاثمين الموديلينج لايت اللي عليه لونه ابيض وقوته اثنى عشر واط تقريبا فلما اشغل الموديلينج عليه راح تشوف الفرق فورا طلع ما اقواه خلينا اضطق في الكي لايت تضور الرئيس اللي عندي هون احنا بنحكي عن اثنى عشر وارب هذا بدون سوفت بوكس ولا اشي لكن لو ركمنا عليه امبريلا يليو ممكن نستخدمه ضو فيديو صراحة عماني ما بعرف القرار اليك يعني انا مثلا الضو انا بقدر هذا اصور هلا في فيديو لان الضو اللي عندي على الخلفية قوته 30 واط وكثير بعيد هذا كثير قريب مني بس عم بعطي مفعول كثير قوي وبدون امبريلا ولا اشي لكن لو اركب علي امبريلا يعني شوفوا مع الامبريلا تحسوا ان انه ضو كنتينيوس لتصوير الفيديو يعني هاي يحلها حتى زابط معي على الفيديو الشتر واحد على خمسين ايزو ثمانمية فتحة اربعة بقدر اكمل الفيديو وانا بستخدم المودلينج لايت تحت هذا الفلاش الادي ثلاثمية برو فتوقع هاي المقارنة كافية وواضحة حتى تشوفوا تأثير المودلينج لايت بالشغل وللتأكيد هاي المودلينج لايت تحت الادي ميتين هاي نخلينا اشغله لا يقارن ضعيب جدا بالنسبة للادي ثلاثمية وللادي ميت برو فيه كمان شغل نسيت احكيها انه المودلينج لايت بالادي ثلاثمية والادي ميت ممكن تتحكم بدرجة قوتو من واحد لعشرة ممكن تخليها اثنين ثلاثة خمسة عشرة على عشرة اللي هو اقوى اشي فيه خلينا اشرح شوي عن واجهة المستخدم كيف نستخدم الجهاز انا ما راش راح ان كل واحد منفصل لحاله لانه تقريبا كلهم نفس الكبسات عليهم ونفس الايقونات فما راح تتوه بينهم على السريع خلينا نحكي انه مثلا هاي الكبس البيضة اللي عليها اشارة الفلاش عليهم ثلاث اللي هي اللي بتعطي التست يعني لو انت مشغل الضو وبدك تعمل تست للاضاءة بتكبسها بعمل تست والكبس السودة اللي عليها شكل اللمبل اللي هي المودلينج لايت فانت لما تكبس هيك بشتغل المودلينج لايت على كل ضو فيهم الكبس اللي عليها كلمة مودل هي بتغير بين المانوال والمالتي وال التلترؤوس بيدعموا تريجر خارجي. بداية بدك تشغل اللي هو الاتصال اللاسلكي عن طريق هاي الكابس اللي عليها شكل الواي فاي. فبتكبسها. هلا هيك طافي. برجع بكبسها بشتغل اللي هو الاتصال اللاسلكي على رأس الإضاءة. ففي شغلتين بدنا ننتبه لهم. انه لازم نتريجر ورأس الإضاءة يكونوا على نفس الاتصال اللي هي CH. فهون مثلا رأس الإضاءة هذا على 21 وهون عندي التريجر على 21. من الاحتياط بدأ غير التريجر مثلا بضل كابس على التريجر هون على كبسة CH. وبغير التريجر لو كانت اثنين او ثلاث في عندك من واحد لاثنين وثلاثين فان بدرجعها 21 حتى لما اكبس هاي اتصلوا في بعض. ولو عندي رأس إضاءة ثانية بدأشبك على نفس التريجر بضوية. هلا الادمتين بطلب مني اني احرك العجل حتى اني اعمل انلوف. وبتأكد انه على نفس التريجر وهلا بس اكبس التريجر واعمل تست رح يشتغلوا الفلاشين مع بعض. هلا بقدر اتحكم بالمودلينج لايت عليهم كلهم عن طريق التريجر الاكس برو في كبسة هون مكتوب عليها M-O-D اللي هو المودلينج لايت بس اكبسها بشتغل المودلينج لايت عليهم فهي بقدر اكبسها في وهي قضوية. هلا بنحكي على ناسيات اذا بدأتحكم بقوتهم بشكل منفصل لازم اغير الجروب اللي هم موجودين عليه فمثلا هذا الفلاش على جروب ايه هذا الفلاش بدي اكبس على كبسة الجروب وخليه B بس ابروح على التريجر بروح على وضعية الجروبات المتعددة عن طريق هاي الكبسة اللي تحت اخر واحدة على اليمين بكبسها وهيك بصير عندي اكثر من الجروب بتحكم بقوتهم فبروح مثلا بقول له انه بدي جروب A ما يبكبس عليه بدي اخليه full power هاي بتحدث معي مباشرة طيب اروح على جروب B اللي هو هذا الفلاش اول ما اغير مباشرة بتغير معاي هون فورا فيك انا بقدر اتحكم بكل جروب منفصل لحاله بقوته بس عن طريق التريجر وهذا بريحنا كثير بالشغلة بعدين اني فيش داع اروح اكبس على رأس الاضاءة نفسه خلص عن طريق التريجر التريجر بركبه هون انا على الكاميرا بتحكم بكل فلاش لحاله على كل جروب لحاله بس اجي اخذ الصورة خلص بعطيني مباشرة تست عليهم كلهم فهي هون اشتغلوا كلهم مع بعض هنا في خطأ بسيط بوقع فيه بعض المبتدئين انه انا بدا تحكم بقوت هذا الفلاش مثلا حاطه على استاندو عم بصبر فيه اكل او اشي وبدأ اغير من قوته فابوروح بحرك العجل وبغير من قوته بس هذا الاشي ما الو فائدة لانه الفلاش عم بأخذ امر من التريجر فلاحظوا لما اكبس على التريجر هلا تست رح يرجع واحد ع واحد فانت اذا بدك تغير قوة رأس الاضاءة لازم تغيرها عن طريق التريجر فابوروح على التريجر بكبس وبغير قوته من هون حتى تتحكم بيه هلا بس دحكي اشي زيادة عن الاد 100 برو اللي هو فيه كبس زيادة مكتوب عليها زوم اذا انتو شايفينه هون شوف فكرة الزوم هلا هذا الرأس اللي هون هو عبارة عن ضو بتقدر تبعده وتقربه عن هاي العدسة فانت بتقدر تتحكم بالزوم تاعه هاي بدا كبس عليها شوف شو رح يصير بالضو من جوا بس كبس عليها ايوا هي عمل زوم اكثر مثلا هاي ابعد 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 الى اخرين هلا هي فكرتها بس انه بتوزع انتشار الضو او بتخليه اضيق لمكان كثير بعيد بتركزه وبكل احوال اذا عجقية تخبصت انت مش عارف شو عملت براس الاضاءة في كبستين هون هيك مرسوم على جنب كلمة RST اللي هي RESET بتضلكها بالصوم مع بعض بعمل RESET لكل الجهاز برجع للصفر زي ما كان في حالته الجديدة في ملاحظة صغيرة بدي حكيها على الادابتر اللي بسمح لك تركب راس الاضاءة على ستاند هذول الفتحتين لازم انت تحاول انه تماثلهم مع هاي النوتشز الصغيرة اللي على الادابتر وتخليهم فوق بعض وبس تخليهم فوق بعض بتبلش تلف العجل هاي هي الطريقة الصح حتى تركب الضو وما رح يتزحزح الادابتر من محلو لما انت تيجي تلف العجل هون وثبته 100% ظل اخر شغلتين بدنا نحكي عنهم الاولى اللي هي كم عدد الضربات اللي بيعطيك ياها كل رأس اضاءة لما تكون ب بطاريته فل فالاد 100 برو بعطيك لحد 360 ضربة الاد 200 بعطيك لحد 500 ضربة الاد 300 برو بعطيك لحد 320 ضربة واحنا بنحكي ضربة فلاش فلو نصف باور تقريبا رح يكون ضعف هاي الكمية صراحة يعني بالمجمل انا حكيت بالفيديو الماضي انه انت يعني كبيرك توصل 200 ضربة يعني شو مكان شغلك احترافي لكن هم عدد الضربات بزيدوها انه اذا كان تصويرك طويل انه 6 ساعات 7 ساعات فيه كمان هذا احنا بنحكي لسه مشغلين المودلينج لايت لو مشغل المودلينج لايت رح يقل الوقت وهكذا بانه حلو تعرف انه هاي المعلومة مثلا انه الاد 100 والله بصمد لحد 360 صورة نحكي او 360 ضربة فلاش واخرش هلا بدنا نحكي عن محتويات كل كارتونة من هاي الفلاش هات اول شي بدنا ننتبه انه كل فلاش من ميلكو دوكس ويتسترو ايدي بيجي معاه شنتة هارد كيس كثير دقيلة وبتحمي الفلاش والمحتويات تعاونه وكل شنتة فيها رأس الاضاءة وفيها الشاحن مع سلاكو هلا بس الاد 100 شاحنه شوي مختلف بيجي شاحنه تايب سي لانه بطارية صغيرة وبطارية كل فلاش والادابتر اللي بركب الفلاشات على الستانداد هلا الاد 200 فيه شغلتين زيادة اللي هي اللمبة والراسية اللي بتركب عليها اللمبة تركيبة سهل جدا بدك تدور على نقطة حمرة موجودة على اللمبة وفي نقطة حمرة موجودة على نفس الراسية الادابتر بتضغط اللمبة عليها وفي دائرة بتلفها بشكل بسيط بعدين بتثبت الراسية اللمبة بتبدلها بالراسية الزوم او الفيرنين لنس فبتبدلها وتستخدمها زي ما بدك وشوفنا انه ايش انت ممكن تحتاج اكثر اللمبة العادية ولا الراسية اللنس لكن بالمجمل اكثر الاشي رح تستخدمه اللمبة العادية خصوصا اذا بتستخدمها مع لايت موديفايلز اتمنى اكون افردكم بهذا الفيديو انا نصحت من قبل انه اذا بدك تشتري فلاشات تشتغل فيها كمصور لسه ببداياتك انك تجيب فلاش اللي بنحط فوق الكاميرا زي القدوكس 685 تي تي اه لكن اذا انت عارف ما بدك تصور حفلات او افنتات وبدك اشي لتصوير الطعام او المنتجات بنصح بالادي مية كبداية لانه سعره رخيص وحجمه كثير صغير وبدك تشتري تريقر تشبكه على الكاميرا كمان مع شوية لايت موديفايرز يعني امبريلا كبداية سعره رخيص وصفت بوكس هاي كطريق بداية لك بعدين بتبلش التطور من معداتك وشكرا جزيلا اليو كاملو راعدتهم هذا الفيديو بس تذكير خاص لطلابي حبايبي فيه خصم خاص الي لطلابي بس تيجوا تطلبوا من يو كام بس خبروني وانا ببعث لكم الكود الخاص فيه اذا عندكم اي اسئلة او استفسارات او معدات حبايب نعمل عنهم مراجعات بالفيديوهات الجاية تقدروا تبعثولي على صفحة الفيسبوك او انستجرام واتذكروا دائما ان كل شخص فيكم مبدع لكن بطريقته الخاصة يعطيك العافية حبايب